برضو للنقطة ديت انا بقول عشان احنا حملة التطعيم بتاعتنا نتوسع فيها ونتحرك فيها وارجل الاستجابة الشعبية لنا تبقى زيادة عشان بسرعة كل ما يتم انتاجه ان شاء الله نقدر نخش في موضوع التطعيم ويبقى احنا كده بنكتسب اللي هو المناعة الجماعية او زي ما بيسموها يعني عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما سطرها معانا خلال السنتين اللي فاتوا يكمل ساتره علينا ويتفضل علينا كما يتفضل دائما على مصر واهلها بالساتر والامان والسلام في نقطة تالتة معلش بنا ما تكلمنا فيها هو موضوع اطلاق مشروع البلازمة وانا هسيب الدكتورة تطلقه الاول ثم انا هقول تعليق عليه اتفضل يا دكتور هادا شكرا يا فانتم بالنسبة للمشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازمة وزي ما سيادتك يعني على دراية ان ده النوع ده من التصنيع هو اعلى تصنيع في العالم في مجال تصنيع المواد الحيوية والبيولوجية الحقيقة دول ما فيش دولة في المنطقة ولا في قارة افريقيا عندها هذا النوع من التصنيع وفي دول قليلة جدا في العالم هي اللي تمكنت من برضو برؤية سيادتك وبالتوجيهات قدرنا ان احنا نعمل عقد كبير جدا مع الشركات الدولية وتمكننا كمان من تجهيز مراكز الجامعة البلازمة انتهينا من عشر مراكز بنهاية العام هيبقى فيها عشرين مركز وان شاء الله في كل مستشفيات حياة كريمة اللي في المراكز كل مستشفى جديدة هيبقى فيها مركز لتجميع البلازمة الحملة القومية لتجميع البلازمة لاغراض التصنيع هتبدأ يوم 15 سبعة بإذن الله تصنيع هذه المشتقات هي منقذة للحياة في معظم الاوقات ومشتقات بالغة الحساسية واسعارها مرتفعة جدا ومية في المية منها بيتم استراضها سنويا بمبالغ كبيرة والحقيقة لو توقف هذا الاستراض لسبب أو آخر زي الجوائح اللي احنا مرنا بها هيبقى فيه معاناة ويمكن فيه فقدان أرواح سيادتك وجهتنا واشتغلنا على مدى السنوات اللي فاتت وبإذن الله أول مراكز هيتم تجميع فيها البلازمة يوم 15 سبعة والحملة الإعلامية والإعلانية هتنزل يوم 10 سبعة بإذن الله شكرا طيب أنا مشكورك تفضل يا دكتورة هالة أنا هتكلم عن الموضوع دوت وأقول أن أنا حلمت بموضوع مشتقات الألبومين زي ما بيسموها أو مشتقات البلازمة وأنا وزير للدفاع تصوروا الحلم ده بدأ وأنا وزير الدفاع ولم يتحقق طوال سبع سنين أو تمان سنين